وقال الملك إني أعوى سبع بقرات سماني يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خطر وأخع يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أغاث أحلامه وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واتكروا بعد أمة ألا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات سماني يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خطر وأخع يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قالت ازرعون سبع سنين دابا فما نصدتم فذعوا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع واشدات يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عاموا فيه واثوا الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءهم الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي في كيدهن عليم قال ما قطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قال ترات العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقل بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخوائن وما أبرئ نفسي إن النفس لا أماعة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستقلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف بالأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا له الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخلكم من أبيكم ألا تعون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرقون قالوا سنراود عنه وباه وإنا لفاعدون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في إحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما وجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أقالى نكتل فأرسل معنا أقالى نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أبنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافرا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعا وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ودت إلينا ونثير أهلنا ونحفظ وخانا ونستاد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن نرسله معكم حتى تهتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاق بكم فلما آتوهم أوثقهم قال الله على ما نقول وكيل